هذا وأعلنت الداخلية أنه ابتداء من يوم الأحد الثامن من شهر شوال وحتى نهاية يوم السبت الثامن والعشرين من شهر شوال يتم ما يلي تغير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة ليصبح من السادس صباحا وحتى الثامن مساء كما أعلنت استمرار عمل جميع الأنشطة المستثنات بقرارات سابقة كما تم السماح بإقامة الصلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة مع عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية كما أكدت استمرار إقامة الصلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا